بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن العظيم يتناول فيما يتناول الكثرة والقلة ولكن عجيب جدا وملفت للنظر أن القرآن العظيم غالبا حين يتناول الكثرة لا يمتدعها يأتي الكلام عن الكثرة في سياق الذم غالبا ويأتي الكلام في حديثه عن القلة في سياق المدح ولكن المسألة في كتاب الله عز وجل لا تتعلق بكثرة أو قلة المسألة في كتاب الله الذي يرسم لنا الطريقة في الحياة يرشد لنا المسير في واقعنا المسألة لا تتعلق بالعدد المسألة تتعلق بنوعية العمل ولكن حين تأتي عشرات الآيات وكنا قد وقفنا عليها في حلقة سابقة عن الكثرة في سياق الذم القرآن يريد أن يوصل لرسالة واضحة أن لا يكون الإنسان في حياته إمعا أن لا يسير دوما مع تيار الكثرة بناء على كثرة الناس الذين يتعاطون أو يقومون بذلك الفعل أو ذلك القول القرآن يصنع شخصية متميزة للإنسان شخصية قائمة على قناعته بالفكرة قناعته بالفعل الذي يقوم به نظرته الثاقبة بالأمر الذي يقوم به تلك النظرة غير المتحيزة غير القائمة على النظر لما يفعله أكثر أو غالبية الناس لأن الغالبية في مجتمعاتنا وفي أعرافنا لها سلطة لها حكم لها صوت وغالبا صوت الغالبية هو أقوى وهو أعلى ولكن القرآن العظيم يريدني أن أخرج من ذلك الإطار وأن أحكم في حياتي وتصرفاتي النظر الأصيل في الفعل أو في التصرف مدى صحة الشيء الذي أقوم به دون نظرة أو تعلق في موضوع الكثرة أو القلة ودعونا نقف على بعض آيات كتاب الله عز وجل التي تناولت قضية القلة وكيف امتدحت القليل يقول الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال وقليل من عبادي الشكور يقول في آية أخرى في سورة صاد في الحديث عن الخلطاء أي الشركاء وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ويأتي في سياق آخر كذلك سياق المدح للقلة حين يقول فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يقول كذلك في الحوار مع الشيطان الشيطان الذي يعتبر أن كل البشرية يمكن أن تكون لقمة سائغة له يقول في ذلك لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك النذرية إلا قليلا قليلا إذن المسألة ليست كثرة أو قلة المسألة طبيعة العمل الذي أقوم به وملفت للنظر أن القرآن حين يقف بي على قضية القلة هنا يريد كذلك أن يوضح لي أن هناك فترات تاريخية وزمنية وواقع يمكن أن يشكل فيه ضغوط على الإنسان ضغوط مختلفة ممكن أن يكون واحد من أكثر الضغوط التي نراها وخاصة اليوم في مجتمعاتنا وبين فئة الشباب أن هناك أكثرية هناك غالبية تقوم ببعض التصرفات أو بعض الأفعال التي حين نزنها بميزان الشرع والعقل لا نراها مقبولة على سبيل المثال ذلك التهاون أو التكاسل في القيام بالواجبات أو بالأعمال الموكلة إلينا تسويف الأمور النظرة غير المنصفة لمآلات الأفعال والتصرفات والسلوكيات هذه أعمال ممارسات شائعة جدا أصبحت من الأمور الشائعة في مجتمعاتنا وخاصة بين فئات عمرية معينة ولكن الإنسان الذي يريد أن يخرج عن ذلك النطاق سيجد عشرات التحديات واحدة من أبرز تلك التحديات أنه سيكون تقريبا لوحده سيكون منعزلا عن تيار الكثرة الغالبة التي تمارس ذلك الفعل الشائع سيكون لوحده ربما إن وجد أحدا يشاطره ويشاركه في الرأي أو في الفعل سيكون نقلة ولكنها ليست بكثرة قطعا فالكثرة الغالبة تمارس فعلا آخر قد شاع في المجتمع على الرغم من أن ذلك الفعل فيه مخالفة واضحة لصريح القرآن أو الحديث الصحيح أو المنطق والعقل الذي جاءت نصوص القرآن والحديث الصحيح علي السؤال هنا يا ترى تلك القلة هل تخضع لضغوط الكثرة التي أشاعت ذلك الفعل غير المستحسن ما الذي يمكن في الحقيقة أن يثبت تلك القلة ما هي الحوافز التي يمكن أن تجعل ذلك العدد القليل يتمسك بثوابته يتمسك بمبادئه يتمسك بقيمه حتى وإن كان الغالبية تعارف على ممارسة شيء آخر القرآن العظيم حين امتدح القلة في هذا السياق أراد أن يعطي ذلك الحافز والدافع أراد أن يدفع بالإنسان إلى التميز التميز من حيث فقه العمل والتصرف الذي يقوم به من حيث القدرة على أن يكون فعلا متخيرا لما يتبناه من أفكار ومعطيات لا يكن إمعا لا يكن مجرد إنسان يجتر ما يردده الآخرون لا يكن إنسان بدون شخصية متميزة في تفكيرها أو في تصرفاتها أو أفعالها والقرآن حين يصنع تلك الشخصية يصنعها من خلال ذلك التركيز على القلة والنوعية ذلك التركيز على أن حتى أتباع الأنبياء ما كانوا كثرة ما اتبعوهم إلا القليل ونص القرآن على ذلك في أكثر من موضع لماذا؟ ليبين فعلا بأن ذلك الاختيار اختيار القلة في بعض الأحيان الذي يكون مبنيا على أسس صحيحة واضحة في كتاب الله هذه الأسس الواضحة التي تميز شخصية الإنسان التي تجعله لا ينساق وراء الشيء الشائع حتى ولو قام به الكثيرون لماذا؟ لأنه يشعر بمناقضة ذلك الأمر لما ينبغي أن يكون عليه ذك التميز الذي نحن أحوج ما نكون إلى بثه في نفوس شبابنا اليوم بالذات في نفوسنا اليوم نخضع كثيرا في تصرفاتنا وفي سلوكياتنا لضغوط الشائع والكثير والغالب نخضع في تصرفاتنا وآرائنا لكثير من ذلك والقرآن يريد أن يصنع شخصية متميزة لها استقلالية في التفكير لها قدرة على التمييز بين الخطأ والصواب حتى وإن كان ذلك الخطأ هو الشائع تتبنى الصواب ولو كان من يأخذ بذلك الصواب هم القلة في المجتمع المسألة ليست القلة والكثرة المسألة هي المعطيات والأسس التي أنظر إليها وأنا أختار وأنا أحكم في حياتي ما أريد أن أسير علي هذا النوع من الشخصية هو ما نحتاج إليه اليوم خاصة في ظل ما نحن فيه من ظروف وانفتاح واسع على مستوى العالم نحتاج أن نغرس في نفوس أبنائنا ذلك التمييز وأن نعطيهم الثقة بأنفسهم أن التمييز لا يكون من خلال السير وفق ما يردده الآخرون إن كان في ذلك خطأ وإنما يكون فعلا بالتمسك بما هو صائب ومقبول ومعقول حتى وإن لم يكن من يقوم به إلا العدد القليل نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة